بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما أعلمتنا واجعل علمنا وعملنا خالص وجه الكريم مع يوم جديد ودرس جديد وحيى الطلاب والطالبات من الصف الأول متوسط في درس من درس القرآن التلاوة ونأخذ سويا سورة يوسف نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي من الكلمات والآيات التي نتدارسها والإحكام التجهدية التي نطبقها سويا فحيى هلا بكم في هذا الدرس الجديد ومعنا اليوم الآيات من الآية الخامسة عشر للآية الثلاثين أول ما نبدأ به أهداف هذا الدرس كما عرفتم في الدرس الماضي أهداف الدرس فكذلك هذه هي نفس الأهداف نريد تحقيقها بإذن الله تعالى نتذكرها أهمها أن نستشعر الطالب طلب الأجل من الله تعالى فنستشعر سويا أن هذا عملا صالحا نرجو ثوابه من الله فاستشعروا ذلك وجددوا نياتكم عند هذا العمل وعند قراءة القرآن في كل أحوالكم أو طلب العلم في أي حال كذلك نتوى الآيات تلاوة صحيحة خالطة من الأخطاء واللحون وهذا هدف أسمى من هذا الدرس فلم نأتي لنستمع لهذا الدرس أو نشرح هذه الآيات إلا لأجل هذا الهدف نريد أن نحقق القراءة الصحيحة فحاولوا واجتهدوا بأن تصلوا بقراءتكم إلى القراءة الصحيحة ولا أتي ذلك إلا بممارسة لا يأتي بالمرة الأولى أو الثانية هناك عقبات وأخطاء لا بد من الوقوع فيها ثم بعد ذلك بإذن الله تجد نفسك أنك تجاوزت تلك الأخطاء كذلك نريد أن نطبق الأحكام التجويدية التي سبق أن درستموها في الابتداء وكذلك التي ننبه عليها خلال الدرس فنحاول تطبيقها سويا ومن الأهداف أن نتدرب على القراءة المتأنية فحاولوا أن تتأنوا في القراءة ولا تستعجلوا فليس وراءنا شيء إنما هي دقائق وبإذن الله ننتهي فتأنوا عند قراءتكم ولا تنسوا أن ذلك أجر عند الله تعالى فاغتنموا هذه الفرصة ننتقل إلى أداب الدرس كما عرفتم أداب الدرس مسبقا نريد أن نتذكرها أولها الإخلاص الله تعالى فأخلصوا عملكم وجددوا نياتكم كذلك أن تستعدوا بوضوء تتطهر عند قراءتكم القرآن وذلك يكونوا عند مسل المصحف وهذا إكرام للقرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى كذلك من الآداب النظافة والمقصود بها نظافة المكان الذي نحن فيه فنتجنب الأماكن الغير لائقة التي لا تليقوا من القرآن الكريم فاجتهدوا بارك الله فيكم بأن يكون المكان الذي أنتم فيه نظيفا طاهرا كذلك الاستعاذة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بدل التلاوة وإذا كنا في بداية سورة فنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أما في حالة هذه سنكتفي بالاستعاذة كذلك تحسين الصوت وتجميله وترتيله نجمل أصواتنا عند قراءة القرآن ونقرأ القرآن بتدبر وتفاهم للمعاني ونسأل الله من فضله عند آية الوعيد ونستعاذ بالله عند آيات الوعيد ونسبح الله عند آيات التنزيه الآن أريد منكم أن تجهزوا مصحفا بين أيديكم تتابعوا من خلالها على آية الدرس وتبعدوا أمشترات من حولكم من أجهزة وغيرها حتى تستطيعوا أن تستوعبوا درسنا وتفهموا ما نقول أثناء الشرح وأن تسألوا في القراءة هذا ما نبهت عليه قبل قليل وتقيد ما ينبه عليه من الأخطاء والأحكام والمقصود الأخطاء هي الكلمة التي تخطئون في قراتها أو الأحكام تجدلتين من نبه عليها أثناء الدرس هذه الآيات التي سنقرأها أو نستمع إلى القارئ يتلوها أول ما نبدأ به الكلمات التي شرنا لها باللون الأخضر نريد أن نقرأها سويا ونتعلم كيفية قراتها ثم ننتقل أحكام التجهدية ثم نستمع إلى القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى أول هذه الكلمات كلمة غيابتي 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 هنا الألف بعد الياء ننتبه لها لأنها ألف مثل أو حرف مثل الحرف الباقية فننتبه له غيابتي هنا كلمة لتنبئنهم الباق مشددة مكسورة الهمجة ثم النون مشددة مفتوحة لتنبئنهم هنا كلمة نستبق 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 إذا وقفنا عليها سيكون وقوفنا بالسكون وهذه القاعدة في اللغة العربية وإذا وصلنا لها نذكر الحركة التي فيها هنا نستبق وتركنا كلمة متاعنا عند متاعنا لاحظوا متاعنا متاعنا حاولوا أن تظهروا الحركات بشكل واضح حتى تكون القراءة واضحة متاعنا متاعنا هنا كلمة قميصه قمي قميصه قميصه كلمة فأدلا دلوه فأدلا دلوه فأدلا دلوه يا بشرى يا بشرى فأدلى دلوه قال يا بشرى كلمة غلام وأسره هنا الألف بعد اللام والرام شدد في أسره غلام وأسره هنا كلمة بضاعة الألف بعد الضاد هنا الضاد تنطق بهذا الشكل هناك ضاد وحرف آخر ضاء فرق في الصوت وفي الكتابة وكذلك في المعنى في الكلمات مخرج الضاد من حافة لسان مع ندرس العليا أما الضاء فمخرجها من طرف اللسان مع طرف الثناية العليا لذا يختلف الصوت بين الحرفين وكذلك المعنى وكذلك الكتابة فنفرق بينهما هنا بضاعة لو نطقناها بالحرف الثاني سيكون الصوت بضاعة خطأ هذا النطق خاطئ ننتبه ونفرق بين النطقين لأن اللغة العربية لغة الضاد والضاد هو المميز في اللغة العربية فنحاول أن نجتهد في إتقانه هنا تالمة دراهما دراهما الألف بعد الرا دراهما أزاهدين 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 أزاي وبعدها الألف أكريمي أكريمي يا أكريمي لاحظوا كيف أنطق الكاف أكريمي أكريمي هناك همس في الكاف هذا يسمى صفة من صفات الكاف همس لاحظوا كيف أنطقه مرة أخرى أكريمي أكريمي من الكلمات كلمة وراودته وراودته والألف بعد الرا هنا كلمة هيت 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 وقالت هيت لك هنا كلمة همت همت الميم مشددة كلمة رأى برهان رأى برهان الهمزة لها مكان في المخرج ولها صفات مكانها في المخرج الحلق في أقصى الحلق ومن صفاتها الشدة والجهر فلابد أن نظهر هذه الهمزة رأى رأى نظهر صوت الهمزة لا نقول رأى 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 هنا سهلنا الهمزة أو اختلسناها فننتبه من هذا الإشكال رأى برهان الألف بعد الها هنا كلمة راودتني راودتني الألف بعد الرأى هنا هذه الكلمة هل أنتم لازلتم مركزين معي إذن كيف تنطقون هذه الكلمة حاولوا أن تنطقوا هذه الكلمة أشير لها مرة أخرى كيف تنطقونها وهي قد تتكرر معنا أكثر من مرة أحسنتم جيد المحاولة جزء من الحل أحسنتم أنطقها هنا هذه الكلمة قد من قد من قد من قد من إن كان قميصه قد من قد وقد لها معنى وهي قصة أو شق فهذه الكلمة تنطق بهذا الشكل قد من والثانية كذلك مثلها حاولوا أن تنطقوها الآن أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم هكذا تنطق قد من قد من ومن هنا حرف جر هنا كلمة الخاطئين الخاطئين نسوة نسوة هنا تراود فتاها تراود فتاها كررها تراود فتاها شغفها 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 هذه الكلمات الغنة الغنة بمقدار حركتين ركز على هذا الحكم التجويدي النون المشددة والميوة المشددة لهما حكم واحد وهو الغنة بمقدار حركتين نطبق الآن هذا الحكم التجويدي لدينا هنا كلمة فلما فيها ميوة مشددة أو لا أحسنتم فيها ميوة مشددة نغنها بمقدار حركتين كيف نقول فلما فلما هذه الغنة بمقدار حركتين كذلك مثال آخر ولو كنا ولو كنا ولو كنا هنا مثال ولما ميوة مشددة بمقدار حركتين هنا كذلك عن نفسه وأذكر بما قلته في درس الماضي وهو أن النون أول من المشددة إذا أتت في أول كلمة ثم بدأنا بها فلن يكون هناك غنة لأننا لم نشدد الحرف و نقص الإضغام في هذا الحرف أما إذا وصلنا بما قبله فيأتي الإضغام ثم تأتي النون المشددة أول من المشددة فيأتي معها الإضغام لذا هنا لو بدأنا في كلمة نفسه لن تريد الغنة لو قلنا نفسه و لم تستمع لم نستمع الآن للغنة لكن لو وصلنا بما قبلها سيكون الصوت عن نفسه لاحظتم كيف الفرق؟ هذا هو الفرق في هذه الكلمة هنا كلمة كذلك فلما وهنا هنا هنا تنبيه آخر إذا كان الحرف في آخر الكلمة فالوضع يختلف عن بداية الكلمة في آخر الكلمة يغن على كل حال يغن على كل حال في حال الوصل في حال الوصل أما في حال السكون فيختلف الحال لأننا سنقف على السكون إِنَّ كَيْدَ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمُ هذه الأحكامة الجديدة التي أردنا أن ننبه عليها الآن نستمع إلى القارئ محمد أيوب رحمه الله تعالى فنستعيذ بالله سويا ثم نستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين بهذه التلاوة الكريمة من شيخنا الشيخ محمد أيوب رحمه الله و تعالى أصلوا وإياكم إلى ختام الدرسنا لهذا اليوم أشكركم جزيلا شكر على تركيزكم واهتمامكم وحرصكم إلى درس قادمة ألقاكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة